بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مودا في جلساء لما نتكلم عنهم كده هو أنا بشير الهم الجليس بتاع النهاردة ده جليس شويتين تلاتة تيل جليس شويتين تلاتة ما هكونوا تقيل لكن الناس ما اعتبرونه جزء من حياتهم هو عشرة عشرة طويلة جليس النهاردة من اكتر جلساء اللي بتخلي الناس يحسوا ان الحياة تقيلة وان الشخص اللي بيبقى مع هذا الجليس بيتحرك وبيمشي وكأنه عنده حيل كده يعني كأنه عنده خراج ماشي بيه شايل احمال تقيلة على كتافه فطول الوقت يتوجع ومش قادر يشوف قدامه كويس لانه ظهره دايما محني الجليس ده يخلي الناس في الغالب ما يشوفوش نعمة ربنا دايما جليس ده عشان كده بتلاقي بيلاقي الانسان نفسه الواحد نفسه مع الوقت مع الجليس ده بقى عصب وعلاقاته بيتهشه يسيب العلاقات بسرعة كده لدرجة تخليه ممكن ينهي علاقة مهمة بالنسباله وعشر سنين من غير سبب ولما يقطع العش العلاقة اللي كانت من سنين دي ما يسعاش الاصلاح ولا يحاول يحسن اللي بينه بين اللي قطع علاقته بيه لانه للاسف هيظهر بقى الجليس ده لانه للاسف كان بيراكم جليس النهارده هو صناعة التراكمات التراكمات يا سادة دي مش حاجة بتتعامل بغير ارادة والتراكمات دي مش حاجة غرص من عندنا التراكمات دي اكتر حاجة بتخلي الانسان مستهلك نفسه قصير سريع الاحباط علاقاته مع الناس مليانة مشاكل وعنده نظرة تشاؤمية للمستقبل هو بيراكم الوجع ويراكم الشعور بالمظلومية لحد ما يطفح الكيل فسأوا سؤال هو الشخص ده فاهم يعني ايه حياة يعني الذي يفهم ان جزء ان الحياة التراكم ده هو فاهم يعني ايه حياة يعني فاهم معنى الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا يعني هو فاهم انه كل يوم بتولد من جديد لدرجة ان اليوم نفسه زي ما ورد في الاسر يكلمه يقوله ان يوم جديد على عملك يا شهيد فاختنمني اختنمني مليان باركة ونعمة من ربنا وعشان كده ايه باركة الله لأمتي في بكورها ليه لانها جديدة حديثة وعهد اليوم حديثة عهد بربه الشخص اللي بيراكم في الحقيقة شخص تهود على تعالوا بقى نقوله شوية حقيقة كده الشخص اللي بيراكم ده الشخص اللي بيراكم ده ده مش شخص مركز ومنتبه وما يتضحكش عليه لا الشخص اللي بيراكم ده ده شخص يتعود على الهروب لانه بدل ما بيقوم بدوره في انه يفهم ويتفهم الناس اللي قدامه بشكل صحيح وبشكل كويس بيحاول او يحاول يحسن علاقته بيهم يخزن اللي واجعه بس ايه ده احنا مبصناش للمسألة مقابل كده كده نحن متصورين ان التراكم ده ده عامل زي ترسبات الشاي ده عامل زي التفل بتاع الشاي ده قال له لا ده قال عزو بالله التراكمات دي انا اسف يعني انما هي قذورات النفس الامرة بالسوق ايه ده يعني التراكمات دي مش تراكمات افعال الناس فهذا سواد الناس انا اسف التراكمات دي سواد النفس الامرة بالسوق لان تراكمات الناس او افعال الناس مع الطاهرين المنورين لقلبهم منور تغسل في انوار الناس ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتكلم بقى عن الناس المنورين اللي ما عندهمش تراكمات فيقول ايه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اقربكم مني منزلا ايه احبكم الي واقربكم مني منزلا يوم القيامة مين يا رسول الله الموطؤون اكنافة الذين يألفون ويؤلفون يعني ايه يعني ايه يعني الشخص اللي ما بيركمش اللي ما عندهش تراكمات الوف الشخص اللي ما عندهش تراكمات ان الله حرم النار على كل سهل هين هين لين كل هين لين وفي رواق وفي حديث اخر سهل لذلك تلاقي كتير من الاشخاص اللي بيركموا بيعيشوا دور الضحية يحسوا انهم مدبوحين وانه دايما بيقول للناس ايه اللي حاصل عيش ما تضحيش انا دايما بقول للناس كده ما تضحيش لان انت مش بحتاجت تضحي ليه انت بحتاجت تعيش صح يعني بيقول لي ازاي ما احتاجش تضحي ما انا الاب بسيب الحياة اللي بحبها عشان اولادي قلت له ما هو ده اللي بيخليك في يوم الايام تهرب من دور الابوة وتعتبر دور الابوة ده دور تقيل على قلبك ايه اللي بيخليك تهرب فهمك الغلط للحياة ان اللي انت بتشيله ده اسمه تضحية فانت حسيت ان انت مستهلك لانك انت قاعد تضحي تضحي انت في الحياة ما ضحيتش انت قمت بما يجعلك مستحق لمعنى الرجولة سواء كنت مرأة او رجل كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياتي فانت قمت بمسؤوليتك لكن انت عشان تغلي نفسك على اولادك عشان بس بس النفس العمارة بتقوله ايه غلي نفسك على اولادك عشان ما يتخلوش عنك فاخليك غالي على الاولاد فاعمل ايه فراكم عليهم اللي انت بتفعله بمسؤوليتك ورعايتك ليهم اللي ربنا يكلفك بيها فراكم لهم ده وحولوا دين عليهم فلما تحولوا دين عليهم يبقى دين متراكم كده هم يحسوا باهميتك في حياتهم وقس انت ما بحسوش باهميتك في حياتهم وبيحسوا ان انت بتمنى عليهم بيحسوا ان انت في الحقيقة بتحسسهم انهم عبيد لك وبعضهم بيقولوا كده يعني بعضهم بيقولوا اباهم وماتهم كده انتوا هتزلون بالتربية اللي انتوا رب تهاننا بعض الناس بتظن وبتمشي بمبدأ اننا مش هنقدر نعيش ونتعامل مع الناس في الحاضر الا لما نتخلص من تراكمات الماضي فهو بيقولوا ايه انا مش هقدر عيش مع اولادي غير لما اعيش باتخلص من اللي عملوه فيها ولا الاولاد يقولوا مش هنقدر نعيش مع ابانا ولا امهاتنا غير لما تخلص من الترومات اللي عملوهن ودي كذوبة على فكرة دي اسطورة من الاساطير والدليل على كده يجي الشخص هو بيتعامل مع الاخرين يطلب منهم انا لما اجي اتعامل مع الاخرين اطلب منهم انهم ايه يتجاوزوا ويتعاملوا معايا بشكل آني احنا اولاد النهاردة وكأن الماضي ما كانش طب كويس انا بقول كده للناس انهم يتعاملوا معايا لان احنا اولاد النهاردة وننسى اخطاء الماضي وننسى اللي كان طيب ونبتدي صفحة جديدة انا وبتكلم مع الناس وقل لما لجي تكلم مع الناس هم الناس بقت عندهم غل وحقت كده ليه وانا قلتلك خلاص ونبتدي صفحة جديدة ونتعامل مع بعض انت ليه قلبك قاسي وجاحت كده لكن انا في المقابل بقى يجي عاملهم لما نيجي نعمل الناس نعملهم بشكل تراكمي يعني نحاسبهم على كل اللي خزناه نحيتهم ساعات عن نفس ساعاتنا حاسبهم عن نفس فتقول للشخص اللي بيراكم راكم عشان تستفيد ولا راكمت عشان تقدر تفهم الشخص اللي قدامك لأنه في الحقيقة هو راكم بس عشان نكتب على جدار العلاقة لونا ننسى اخطاء الماضي ونصنع اخطاء جديدة يعني بيراكم للشخص ده اخطاء جديدة ويأكد لنفسه وللناس صرته عن الناس دي وكأنه بيظهروا على حقيقته وهو في الحقيقة نظرته مليئة بالأحكام القاسة مليئة بايه؟ بمخالفة صريحة لحضرة النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب للنفس لا تترك جزع النخلة في عينك وترى القذاتة في عين أخيك يبقى جزع النخلة في عينك جزع النخلة في عينك وترى الحاجة البسيطة من الأذى في عينه أخيك ويفضل حطتهم في زنزانة الحكم اللي هو حاكم عليه بتاعه ده ومجمد نظرته على النظرة دي مع ما يعملوا من خير آه ده بيمثلوا عشان يغيروا الصورة اللي أنا كنت حططا له مع أنهم ممكن يتغيروا على فكرة وممكن يكون مصدر خير ليه لذلك دايما نقول كده ما فيش مراكم إلا وتحول إلى وحش أو مظلوم أقصر طريق للتوحش أنك تتحول إلى إنسان مراكم واتبرر توحشك في تعاملك مع الناس إن فلان ماله آه دوت الحقيقة دوت نتيجة اللي أنا عشته منه دي تريجة التراكم فاتبرر توحشك بما تراكم عندك وإن فلان هو اللي صنع توحشك مش أنت اللي أصبحت متوحش وساعات نفسنا توهمنا إن التراكم بيخلينا قادرين نتعامل مع المستقبل نفسنا لما رب السوق تقول لنا إن الإنسان مش هيقدر يتعامل مع المستقبل إلا إذا قرأ الماضي قراءة جيدة المشكلة إنه بيكون قراءة الماضي قراءة سودة مضللة لأن تحليله للماضي مواقفه وأحداثه متحيز مش منصف فبتبقى مش قراءة للماضي قراءة لإيه؟ للنفس الأمر بالسوق ده فلان عمل كذا عشان كذا وفلان عمل كذا عشان كذا فيقعد يراكم لكل القراءات السودة دي من نفسه ولذلك إيه اللي حاصل؟ يحكى القرآن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوق فنفسه لأمارة بالسوق تتلو عليه من تلمود السواد وتلمود الكراهية لغاية ما يبقى عنده سواد كتير ولذلك دايما بقول إن قراءة الماضي لا تكون عبر التراكم ولكن عبر الاستنارة وجزء من التنور اللي أنت تبقى إنسان بتقرأ قراءة مستنيرة التمث لأخيك سبعين عذرا ده جزء من الاستنارة ليه؟ لأن أنت لما تلتمث لأخيك سبعين عذرا أنت بدلاً من أن تراكم أنت تستثمر في نفس أخيك فيبقى عندك رصيد في نفسه إنه حاسس ناحيتك بالأمان حاسس من ناحيتك بالطبعنينة حاسس بالأنس بالألفة فيبقى إيه اللي حاصل؟ فيوم ما تعمل إنت حاجة مش جيدة ولا تأذيه ولا تكون إنت إنسان مش جيد إيه اللي يحصل؟ ما صنعته إنت من حسن الظن كالرصيد يجعله يفهمك بطريقة صحيحة بعض الناس بتظن إن هي بتتغافل وبتتغطى وهي في الحقيقة بتخزن لما يقفل الناس على الوحدة فأنت كده بتخزن ليش بتتغافل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة سأدخل عليكم رجل من أهل الجنة فقعدوا الصحاب دخل قالي الكلام ده فدخل أول مرة شخص في المرة الثانية قال سيدخل عليكم الرجل من أهل فدخل نفس الشخص في المرة الثالثة دخل نفس الشخص فسيدنا عبد الله بن عمر إيه اللي حاصل؟ قال لا ده أنا لازم أعرف قال لازم أعرف الرجل ده بيعمل إيه؟ فروح فبات عند الرجل تلت تيام وبعد كده قال له لا ما بيعملش حاجة فروح قال له رسول الله قال فيك كذا وكذا وكذا فماذا تفعل لتصل إلى هذا المقام وعايز يستفيد من هذه الحقيقة فقال له أنه ما بيعملش كثير عمل لكن قال أنام وليس في نفسي شيء من أحد يعني بيقوله اللي وصله للجنة أنه شخص يقضي على تراكمات السود يبقى هو لا يحيا بالتراكمات السودة يبقى عايز تبقى من أهل الجنة في الدنيا قبل الآخرة لا تصنع التراكمات التراكم يا سادة مزيج من ثلاثة معاصي أنا آسف يعني أو معاصي أو معاصي معاصية الأولى سوق الظن المعاصية الثانية التربص يعني واقف للناس على الوحدة وساعات بتبقى بتتجسس وساعات بتبقى تتحسس وساعات بتدخل في بواطن الناس وساعات بتسأل على الأخبار أنت مش من حقك تسأل عنها الحاجة التالتة القصوة وعدم الرحمة سوق الظن كمان مع سوق الظن مش بس بيبقى سوق الظن كمان هو تربص والتربص ده يجيب تجسس وتحسس والحاجة التالتة كمان قصوة وعدم رحمة التراكمات يا سيدي بتصنع ركام بتصنع غشاوة على القلب فتعمل إنسان عن رؤية محاسن الناس اللي هي نعم من ربنا بالمناسبة أنت مأمور إن أنت تشوف نعم ربنا في الناس زي مأمور إن أنت تشوف النعمة في نفسك ففي رأيكم مين اللي عنده سمود نفسي أكتر الشخص المراكم ولا الهين اللين السهل اللي مش بيراكم مين الأقوى المتجاوز المتغاضي مش المتجاوز المتغاضي ده هو الأعلى حصولا على السمود النفسي لأن الإنسان أمام الهشاشة النفسية بيعيش حياة مريدة والهشاشة النفسية هي اللي بتصنع سوء الظن بالآخرين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيظل كلامه يذكرن إذا أردت أن تحيا في نعيم الدنيا في نعيم الحياة الأولى قبل نعيم الحياة الآخرة فحضرة النبي بيقولك وبيعلمنا حرم الله حرم الله النار على كل هين لين سهل قريب من الناس مش بس نعرى الآخرة احنا بنقول نعرى الأوجاع اللي موجودة في الدنيا في الحياة الأولى لازم نعرف أن التراكم حقيقته يعني ونقف شوية مع الحقيقة دي أن التراكم وه التراكم وه فالتراكم مقتضاء أن الزمن بيتجمع والزمن ما بيتجمعش على فكرة الزمن ما بنقدرش نوقع في الزمن ولا نختزل وننا نجمعه لو كان بتجمع كانت الحضارة بتاعة الزمن موجودة دلوقتي بس هي مرت مرت ليه فكما تفنى المسرة هكذا تفنى الهموم كل حاجة بتفنى ولكن الحقيقة بتنادي عليك في كل يوم أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني فالحقيقة إنك في كل يوم مولود جديد واللي حواليك موليد جداد فإياك تحول الماضي لحيل لأن فيه صبح جديد أنت ما تحتلش عليه وما تملس قلبك صديد وقيح وتشوف إيه اللي حاصل وتعيش بهذا الصديد والقيح يأكل فيك لكن عيش بماذا؟ بجمال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين يا سلام هنا هتعرف إن أنت في الدنيا عايش بأخلاق أهل الجنة فيتفتح لك باب من الجنة على الحياة الأولى على الحياة التي تعيشها فيبقى إيه اللي حاصل؟ فتحيا في جنة قبل الذهاب إلى الجنة وعشان كده أنا أقول لك شوية إجراءات كده تساعدك على إنك أنت تخرج من عالم التراكم إلى عالم الحقيقة والنور والسعة عالم الراحة عالم شرح الصدور قبل ما تراكم إيه اللي حاصل؟ تبين يعني قبل ما تراكم اسأل نفسك اسأل لقدامك عشان ما تغسل عشان ما تحاولش تخزن وجع وتكون أنت اللي أسأت الظن إنما افتكر حديث رسول الله سلم من أهم مصدات التراكم إنما شفاء العيل السؤال إنما شفاء العيل إيه؟ السؤال لما تحس إن نفسك عتأزيك وإنت مش قادر تحسن الظن اسأل وتبين بس تسأل فيما يعنيك مش تسأل فيما لا يعنيك تاني حاجة ودوة اللي هيخليك تتخلص من التراكم طب إلى الله من معصية إطلاق الأحكام على الناس أه أول ما تشوف واحد جده تقول والله يا فلان دوة تبين عليه متكبر طب وانت عدت معاه لا شكله بيقوله متكبر طب ليه يا سيدي واقف بطريقة معينة كده ويطلع الوقوف بطريقة معينة دي سبب عشان هو عنده مرض فواقف بطريقة معينة رافع رأسه كده أو واقف بطريقة معينة فانت قاعد بتعمل ايه بتطلق الأحكام على الناس كل الناس اللي موجودين من مكان معين يبقوا بخلة لا كرمة لا كرمة فهاش مشكلة لكن بخلة دي مشكلة ناس محتلين قعدنا نقول كلام كتير جدا جدا على إن فيه ناس باعوا الأرض وما باعوش أرض ولا حاجة وناس خانوا ولا خانوا ولا حاجة فلازم نفهم إن إطلاق الأحكام دو هلاك يهلك القلب والعقل الحاجة التالتة المهمة جدا اللي احنا لازم نعملها إن أنت تدرب نفسك على الفهم والتفهم والتفاهم اللي هم أركان التواصل الرحيم زي ما أنا بقول كده تفهم الناس زي ما بيكلمه وذلك رسول اللي كان يترك الإنسان هو بيتكلم يتكلم حتى ينتهي من كلامه عشان يفهمه زي ما هو عايز من زي ما أنا عايز وذلك تلتة اربع تراكماتنا هنشوف جاي منين تاني حاجة أتفهم أتفهم يعني أشوف الباعث اللي عنده لأن أنا شفت الباعث اللي عنده احتمال كبير جدا جدا أرحمه وأشوفه والله كان معزور في اللي هو عمله حاجة التالتة أتفهم أتفهم يعني إيه يعني ما أخرجش من أي حاجة غير وأنا واصل إلى قدر مشترك حتى لو قدر مشترك إن فلان ده عمل كده عشان هو محتاج طبعا أنا ما ببقى محتاج بأعمل كده زيه يبقى إحنا لازم نفهم ده ساعتها هتلاقي تلتة اربع الأحكام اللي عندك على الناس وتلتة اربع التراكمات اللي عندك دي عبارة عن اختلاف وجهات نظر يعني ما ينفعش يتبني عليها إيه يتبني عليها إحكام وتبني عليها كآبة وضيق وكراهية وخصام وشقاق وكل ده ما ينفعش يتبني على حاجات كلها ظنيات وليس فيها قطر رابع حاجة جدد حياتك بالذكر إيه اللي حاصل تجدد حياتك دايما بإنك أنت تذكر الله ذكرا كثير وجدد حياتك كمان بممراسات أنشطة جديدة ولو بسيطة وجدد في علاقتك بإنك أنت تبدع في التعبير عن المحبة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وإن كأنه ولي حمي يبقى كل ما تعمل الكلام ده كل ما تلاقي حياتك متغيرة وكل ما تلاقي حياتك مليانة خير وبركة ونور وفضل ونعمة يا سادة تراكم هذا الركام الذي نفعله في أنفسنا هذا الركام لا يجعلك أبدا تصل إلى السلام السلام النفسي لا يكون مع وجود الركام يتناسب عكسيا وجود الركام مع وجود السلام عايز تحس بالسلام النفسي تخلص من الركام عايز تشعر بأن أنت إنسان مليء بالنور وبركة تخلص من كل ما تجمعه للناس من أخطاء والوقوف لهم على كل صغيرة وكبيرة لا لشيء إلا لتشعر بأنك أفضل منهم هذا الركام وهم والحقيقة اللي موجودة إن كل واحد فينا مش بس عنده أخطاء لكن كل واحد فينا عنده رب رحيم يغيره ويفتح ليه بأبواب جديدة من السعة ومن الفضل ومن حسن الأخلاق خلينا نكون عاون للآخرين ما نكونش سجانين ليهم ونكون عاون للشيطان وعاون على النفس الأمارة بالسوء لما يحسوا إنهم طول الوقت مش قادرين نتخلصوا من سجن ماضيهم ولا سجن كلمة ولا نظر عملوها سواء كانت خطأ أو فهمت بطريق الخطأ خلينا نكون عاوني لإخواننا على الشيطان وعاوني ليهم على أنفسهم والأمارة بالسوء بأن نحن نعودهم بأن نحن لن نراكم لهم القبيح ولكن سرنع منهم كل مليح لأننا نحب أن نكون محل المديح من الله الكريم اللهم أكرمنا واجعلنا من أهل السهولة واليسر واللين لكي نكون على أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وتفضل جسر مفتوح لنا على مجالس العلم اللي هي مجالس محل نظر مولانا سبحانه وتعالى ونجتمع فيها نحن وملائكة الرحمن لنتلقى أنواره سبحانه وتعالى ومدده وبركته وفضله ونعمته وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا على صفحتنا لو كان فيه أم ليها كلام مع رجل معجب بيه وهو كذلك وبنتها أخدت بلها ونصحتها لكن لم تسمع كلام وما زالت على كلام مع عز الرجل وبنتها متضايقة وحزينة وأمها اتخنقت جامد معاها وبتعملها معاملة وحشة ماذا تفعل الفتاة مع أمها مع العلم أن والدها لا يعامل أمها بطريقة كويسة ودايما بيتخنقوا فنرجوا الرد طيب السؤال ده شائق شوية لأن احنا بنقول بوضوح أن هذا نوع من أنواع في مسألة متدخلة أول حاجة أن لا ده ليس من حفظ أمانة الزوجية يعني ده الأم كده مش حفظة أمانة الزوجية يعني أن هي يبقى عندها حد معجبة بيه وبتكلمه حتى لو على خلاف مع زوجها لا لو حد بيسألني هي تحرم نفسها من الحب وتحرم نفسها من الإعجاب من أجل حد لا مش من أجل الحد ده من أجل أمانة الزواج لما ربنا كلم الرجال عشان يحسنوا إلى الزوجات قال لهم فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله فهي لما بتحافظ على أمانة الزوجية بتحافظ على أمانة الله إيه هي تقول إيه يعني ليه أنا أحافظ على أمانة الله وهو ما يحافظ أو ده كلام الشيطان ده كلام مين؟ كلام الشيطان والنفس الأمر بالسوق الذي يوسوس وفي صدور الناس من الجنة والناس ده هنا تحالف من بين الشيطان والنفس الأمر بالسوق فأول حاجة هذه الأم لابد إن هي لو كان سمع كلامي إن هي تتقل له وكل الأمهات لو في أمهات بتعمل كده تتقل له هتقول لي تبقى أعمل إيه إذا كان بيعملني وحش اذهبي إلى مكان يحللك المشكلة بينك وبينه لكن ما تبقيش زوجته وبتخنيه يعني إيه بتخنيه؟ بتخنيه بالمصطلح بالمصطلح المجتمعي وليس بالمصطلح الذي يتعلق بأن الخيانة دي هي الزنا الراجل مستقمنك فأنت بتكلمه واحد ومعجبة بيه والهانة بيه لدرجة إن بنتك حسد بده بنتك غيرانة على أبوها بتعلمي بنتك إيه؟ بتعلمي بنتك إن هي بقى عندها راجلين؟ أو ده المعنى التاني بقى اللي بقولهولك كلكم راعن وكلكم مسؤولن عن رعياتي أنت ما زلت راعية لهذه البنت اللي هي بتسألني يعني وقلبها موضوع وقلبها بيتقطع وانت بتضيعي بنتك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإسم أن يضيع الراجل من يعول أنت وبتكلم الراجل ده ومعجبة بيه ووضح عليك ووضح من تصرفاتك حتى بنتك رصده ده أنت في الحقيقة مش بتعملي حاجة تدخل عليك السرور وتخفف عليك يعاني يعاني الأذى اللي بيتعرض فيه لزوجتك أنا محدش يعاني أصلي يعاني دي أكتر فخ بتعمله النفس الأمارة بالسوق ما أصلا أنا شغلتي لإرشاد الزواجي فأنا بقول لكم اللي يحصل كلمة يعاني طب هي تعمل إيه يعاني ما هو جزع مع الزبه جزع مع الزبه تاخد جزع وتروح لإرشاد الزواجي تروح إلى ما يصلح حياتها وزوجها لكن ما يحصلش كده البنت تربويا البنت وهي بتسأل دلوقتي يعاني ممزقة ممزقة ما بين حبها لأمها وعدم الرضاع على أخلاق أمها أخلاق أمها اللي عملت إيه اللي راح تكلمت راجل ومعجبة بيه وبتتواصل معاه من وراء جزها البنت بتقول لي يبقى عندنا حاقتين اهو ده ليس حفاظا لأمانة الزوجية الأمر الثاني ده كمان نوع من أنواع تضيع مسترعاك الله حاجة التالتة والمفهوم الأخير ده وهو ده مهم جدا أنت كده عندك شيء من الخلل فيما يتعلق بالسمات الإنسانية اللي عندك أن أنت إزاي بتعيشي كده أنت بتعيشي وانت بتلفي وتدوري وتستمرئ الكذب والكذب اللي بيستمرئوا بيوصلوا إلى الفجور وزيك نفسك لأمرة بسوق هتبرر جدا فما تعمليش كده بنتي العزيزة بقى تعمل إيه مع أمها تنصحها وتفضل تنصحها وتنصحها وتقول لها إحنا ستات زي بعض أنا مقدرة أن أنت موجوعة من سوق معاملة والدي لكن أنا مقدرش أشوفك وانت بتعملي الغلط وأسكت سدقيني أنا خايفة على حب ليك ينقص سدقيني أنا عايزة تفضلي أمي بصورتها الجميلة صورتها العفيفة صورتها الرائعة النقية من كل أو شاب الكذب فبتسأليني أعمل إيه؟ استمر في النصيحة استمر في النصيحة بكل أشكالها وعوقي أي محاولة لأمك ممكن تقع فيها بالخطأ لو راح هتقابله افسد المقابلة دي لو راح هتتكلم معاه ادخلي وافسدي المكالمة دي ديائي على والدتك يعني لو هي بتعمل كده أيوة أنا بقولك كده ده من باب العون ده ليس نوع من أنواع عدم بر الولدين ديائي عليها ديائي عليها مش بقولك اتجسسي عليها ديائي عليها وده عمل رشيد ده عمل رشيد وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عينك يا بنتي وإن شاء الله يكتب لك الخير ويكتب لك السداد ويهدي والدتك وإن شاء الله كل ده يزول ولا يبقى إلا الجمال والخير والسعة والنعمة والفضل والبركة ويملى بيتكم إن شاء الله مودة ورحمة وسكينة ونور إن شاء الله السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله متزوجة من 30 سنة تحملت الكثير وكنت سعيدة مع زوجي بتربية أبنائنا معنا قبل سبع سنوات اكتشفت علاقته وزواجه السري طبعا حصلت بنا مشاكل وانقلبت حياتنا شك وفقدان الأمان واستسلمت للأمر الواقع دلوقتي احنا منفصلين تماما في منزل واحد منذ خمس سنوات ولكن نفدت طاقة التحمل عندي فهل يحق لي الرحيل دون أنا أتحمل زنب خاصة وأنني أكملت رسالتي مع أولادي تخرجه وتزواجه ولك مني جزيل الشكر والتقدير وأنت كذلك أنا شايف في الحقيقة أن أنت قطعت شغط كبير جدا أن أنت قدرت تتجاوزي جزء مهم جدا جدا وهو التجاوز في مفردات الحياة لكن اللي فاضل بقى التجاوز النفسي وده أنا أقول لحضرتك تنعمله إزاي بس أنت دلوقتي بتقولي لي إيه؟ بتقولي لي أنا أنا ممكن أنجاوبك على سؤالك أنت بتقولي لي أنا لو ما قدرتش هيكون علي إثم يعني لو إن أنا رحلت أنت قصدك الرحيل يعني الطلاق طلب الطلاق لو أنا فاهم صح أنت عايزة ترحلي يعني عايزة تطلقي لو إن أنا رحلت أكون آثمة لا بس هل ده الأفضل وده الأحسن ليكي وليهم؟ إحنا دلوقتي بقى لنا بالضبط خمس سنين وإحنا عايشين صعيح منفصلين بس إحنا عايشين يعني نقدر نكمل باقي حياتنا وإحنا جيدين وعايشين بشكل صحيح أنا نصحتي في الحقيقة إن في الوقت اللي انت فيه ده العقل بيقول إيه في الحالة اللي إحنا فيها دي؟ إن العقل بيقول إن إحنا لا نستطيع أن نعود إلى الخلف لكن نستطيع أن نصنع حياة أوسع في المستقبل أنت لو إنك أنت قررت إن أنت مش قادرة تتحملي وعايزة تطلقي مين كسب إيه؟ هتبقى أنت كسبت إيه؟ كسبت إن أنت رديت كرمتك ورديت اعتبارك اللي عملت إيه يعني؟ رفضت إن هو يتجوز علي ما أنت خلاص رفضت بس أنت عندك حياة عندك أولاد محتاجين ليكم مع بعض عندك تفاصيل في حياتك لازم أقولها لحضراتكم حيث أقول لكم بس حاجة أنا وأقولي الكلام اللي أنا أقوله ده البعض أيقوله إيه؟ إن هو بيبرة للأزواج إن كل واحد فيهم عايز يشوف يمشي وراء النزويته يروح يجوز أنا ما حصلش إنه ما قلتش كده خالص أنا ما أتكلم بخصوص الحالة دي ولزايك إحنا عندنا في الإرشاد الزواجي بنتكلم مع كل حالة بحالتها فالحالة اللي قدامي دلوقتي بتقول إيه؟ بتقول إنها عاشت خمس سنين هو من سبع سنين اتجاوز كواسر فهي عرفت بعد سنتين وهي من خمس سنين وهي قعدة وعرفة ده بس عايشين في مكانين منفصلين في البيت بس هي صبرها نفد أنا متصور إن أنت صبرك نفد لو إن فيه عنف لو إن فيه نوع من أنواع المهانة لكن لو صبرك نفد لإن أنت بتكتر الألام والأوجاع لا نصحت لحضرتك إن أنت محتاجة تديري مشاعرك ولو بتسأليني لو مشيتي لا لا تنصري في قبر تجربة ومحاولة لإدارة المشاعر وأقل مدة ممكن تحاول فيها تقول إن أنت قدرت مشاعرك ففشلت أو على الأقل ستة أشهر وسنة عشان مدة الجواز اللي هي تلاتين سنة فعلى الأقل تخديرك سنة كده تحاول تديري مشاعرك يعني إيه تديري مشاعرك تعيدي النظر في كل الأحداث اللي عندك يعني بدل ما أنت تشوفي إن هو لما بييجي عليك أو بييجي قبلك أنت حاسة إن هو جاي وشيله معاه لا حاول تشوفيه على إنه زوجك زوجك ومتشوفيهاش متشوفيهش معاه هتقول لي ما أعمل إيه ما هو ده مش قادر أعمله صحيح ما إحنا هنتضرب بقى هنتضرب عشان نقول إن إحنا والله إحنا بذلنا ولا ما بذلناش وإحنا عندنا تمارين بتتعمل وبنقولها في الإرشاد الزواجي عشان إن الواحد يستحمل ده لا شك على فكرة بس خلينا أقول لا شك إن الشعور ده شعور صعب جدا 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 لكن مين قال إن إحنا عبيد لمشاعرنا مشاعرنا ده جزء بيمر علينا في حياتنا والحكيم كل الحكيم والمؤمن الحق هو الذي يدير مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب يعني إيه لا تغضب يعني ما تضيقش لا لا تغضب يعني لا تنفذ غضبك ولا يتسلط عليك غضبك يعني وكأني حضرت النبي بيعلمنا إن الغضب ده بالإرادة يعني أنت لما ييجي غضبك لما تغضب لو سبت غضبك ده يسيطر على تصرفاتك وعلى حياتك ده بيكون برضاك ده بيكون برضاك فلازم أنت تتخلص من ده فالزاي كنت بتسأليني أعمل إيه تفضلي وتعالي أنت وزوك حضرتك على مركز الإرشاء الزواج نتكلم نتكلم في إيه في إزاي أنت هتخفضي التجربة دي تجربة إدارة مشاعرك عشان تقدري تحفظي على 30 سنة زواج وتحفظي كمان على نفسية أولادك وتعيشي كمان ما حصل أكبر منفع ما حدش قال إن أنت هتحصلي حاجة خالصة من الأوجاع ولا من التراكم ولا من الدي ولا خالص بس مش كل واحد حسب وجع يسيب حياته لازم يدير الأول مشاعره لعل وجعه ده يفتح له باب من أبواب التغير اللي يخليه يجلب عليه خير كتير وهسا أن تكرهه شيئا السؤال بعد كده عم الشيخ أنا عاوزة أعرف حكم الدين في واحد أمه عايشة معاه في نفس البيت هو ومراته وهو عزلها في غرفة لوحدها ومش بتطلع بره الغرفة خالص مع العلم إنها مش بتعرف تسئ نفسها الميا وبتنام على البلاط ومش بيأكلها غير مرة بس في اليوم حتى لو افتكر مش مخلي حد من أولادها البنات ياخدوها يتموا بيها مع إني والله جزء بنتهم بيحبها زي يوم إيه الحل أولا ليس هذا من البر يعني أنا المسألة دي معقدة من ناحيتين الأمر الأولاني دائما السكن المشترك ليس هو الأساس السكن المشترك في الشرع مش هو الأساس يعني إنه يبقى فيه الأهل مع الزوج والزوجة في نفس البيت ده مش الأساس ده مش الأصل وذلك للمرأة إنه تعيش في حياة منفصلة آه يبقى ليه بقول كده ومع إني أنا عارف إن السؤال ده ممكن يكون جاي من الأم من الحماة طيب يبقى الأساس إن إيه إن السكن غير المستقل للأسرة الجديدة هذا ليس هو الأساس طيب وإذا عملنا شيء استثنائي يبقى لازم نتعامل مع الأحكام الاستثنائية يبقى لازم الناس يسعى الناس بعضهم بعضا سددوا وقاربوا لو كان الإبن مش قادر يجيب شقة تاني وعايز يحافظ على أمه يبقى سددوا وقاربه سددوا وقاربه من الأم وسددوا وقاربه من الإبن طيب الحياة التانية إن بر الولدين أمر أساسي لكن لا نخرط أوراق بر الولدين بالحفاظ على الأسرة يبقى لازم نعمل إيه؟ نجمع ما بين بر الولدين والحفاظ على الأسرة أي نوع من أنواع مهانة الأم أو إزلالها أو إنقاص من كرامتها أو كده حرام بس بنفس الوقت لابد أن تقدر الأم ولا تدخل نفسها في صراع ما بينها وبين مرات ابنها يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إحنا بننصح الأبن بأنه يتقل له في أمه وبننصح الأم كذلك ألا تحاول أن تصيغ ما يقوم ابنها معها مع ضيق رزقه إذا كان ده هو ده ضيق رزقه على أنه هو بيرميها وبيفضل مراته عليها لابد أن الاتنين يتزن آه صحيح الأبن لابد أنه هو يبر أمه بس عناعمل إيه؟ لو الأم كمان مش مراعية أنه أمه في وضع استثنائي لازم اتنين يتقوا الله الأبن يتق الله ويبر أمه والأم تتق الله وتنظر إلى أن ابنها عنده حياة قد لا يملك ممتلكات ولا يملك الرفاهة أنه هو يعطيها ما يستطيع لأنه هو كمان في لحظة مكانه هو مش قادر يقوم بحقها من أنه يؤدي له حياة كريمة هو كمان بعيش هو وأسرته في حياة كمان ما نقدرش نوصفها بأن هي حياة مناسبة الاتنين لابد أنهما يتعبدوا بتسألين يعملوا إيه؟ تقعد مع ابنها وتحط إيديها في إيديه ويتكلموا إزاي حياتهم تبقى سعيدة وتخرج من الصراع بينها وبين مرات ابنها وهو يخلي باله أن الجنة عنده أمه وأن مفتاح الجنة كمان في رضا أمه بهذه الطريقة نستطيع أن نصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا عن التراكم ما نصحكم أن التراكم ده و وملوش علاقة بالحقيقة الحقيقة الوحدة اللي موجودة عندنا أن احنا النعم بتتجدد من ربنا عيشوا غرقانين في نعم ربنا وأي تراكم ييجي على بالكم قولوا للتراكم ده كيف أعيش في ركام وأنا في رحمتي وفي ودي وفي فتحي الرب العلام الحمد لله على أننا كرام بمعيتي مولانا السلام الرحيم الكريم الذي يفيد علينا نعمه في كل وقت وحين اللهم أتمم علينا النعم واصرف عنا النقم واجعلنا من عبادك الشاكرين يا رب العالمين